اهلا وسهلا مشاهدين بكم في الحلقة الاولى من برنامج حريتك مع حواس وضيفنا في هذه الحلقة العميد علي الشمالي مدير الادارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية في دبي حضرة العميد اهلا وسهلا بك اهلا وسهلا بكم حياكم الله في المؤسسات العقابية والاصلاحية ممكن ان نعرف من خلال هذا اللقاء اول شي سنعرف بطبيعة البرنامج ولكن المؤسسات العقابية والاصلاحية ما هي مهامها بضح نحن في حققت الأمر المؤسسات العقابية والاصلاحية لدينا مؤشرين رئيسيا في الدارة العامة المسألة العقابية المؤشر الاول تنفيذ الاحكام والمؤشر الثاني الذي هو تأهيل النزلة المؤشر الاول خاص بتنفيذ الاحكام الدميع النزل الموجودين هنا يصدر بحكم حكم قضائي يقوم بتنفيذ الحكم في الموسات عقابية وبعد انتهى الحكم طبعا يفرج عنه خلال فترة وجوده في الموسات عقابية نحن كموسات عقابية بناء على تعليمات القيادة ملزمين أن نقوم بتأهيل النزيل وتدريبه في أي جانب هو عنده المام أو أنه يحب يتعلم صنعة معينة نحن في الدار العام وموسات عقابية نقوم بالعامل لماذا اسم هذه التسمية من أين أعدت؟ لأنه جانب تنفيذي وهو تنفيذ الحكم لماذا اسم سجن مثلا؟ نحن الله يسلم في الموسات العقابية النظرة يمكن مؤخوذة أن كل سجين موجود في الموسات عقابية هو متهم بالعكس نحن ننظر إلى سجين باعتبار نزيل لأنه ليس بالضروري أن كل شخص موجود هنا يكون متهم قد يكون ظروف اقتصادية معينة أزمة ظروف عالية كانت أدت إلى السجن فما ننظر نحن النظرة الموجودين في السجن عندنا هم متهمين برامج التأهيل وبرامج المساعدات التي تقدمونها من أين هي مستوحى وفقا لأي قانون دولي محلي كيف تتم نحن في معظم دول العالم الموسات العقابية فيها جانب إصلاحي وجانب أيضا عقابي الجانب الإصلاحي ضروري جدا لأنه مثل ما نقول نحن كموسات عقابية بناء عن تعليمات ساعدة القادة العام اللواء عبدالله خليف المري ومتابعة مستمرة من ساعدة اللواء خليل إبراهيم المنصوري قائمين بالجانب هذا الجانب التوعوي أو الجانب التأهيلي الجانب التأهيلي في الإدارة العامة وموسات عقابية نحن عندنا إدارة تدريب وتعليم النزلة عندهم أربع أقسام في الإدارة هذه قسم التدريب المهني قسم التعليم قسم خاص بالرياضة وقسم خاص بالقرآن الكريم الديني بمعنى صحيح كل النزلة في المنصات العقابية يقدرون يدخلون أي مجال يحبون أن يتعلمون يقتصر اهتمامكم على ليس فقط على النزيل وتواجدهون خلال التواجد ولأيضا تهتمون بالعائلة وتهتمون بشؤون علاجه وتأمين كل صبل يعني أن يعيش بطريقة ما بدنا نقول لحد الأدنى ولكن طريقة مرموكة نعم أختي الفاضلة نحن كل نزيل يدخل المنصات العقابية يتم أول ما يدخل المنصات العقابية يتم فحصها عن طريق المختبر الموجود أساسا في المنصات العقابية التابع لمركز شرطة دبي الصحي ويتم أخذ عينات دم وأشعة وتصدر وإلى آخر كل الفحوصات هذه لضمان دخول أي نزيل لمنصات العقابية يكون سليم صحيا أمي بمي في حالة وجود أي شك أن هذا النزيل مصاب بمرض معين يتم علاجه داخل المنصات العقابية نظرا لوجود الطباء أو الطباء المختصين إذا تعذر عليهم إذا تعذر على الطبيب علاجه وبالتالي يتم نقله إلى المستشفات الخارجية لتكملة العلاج إذا تعذر لكن نحن حاليا يمكن معظم نزلاء موجودين يتم علاجهم من خلال سواء الدكتور العام أو الأطباء التخصصيين الموجودين في المنصات العقابية لهم 24-24 ساعة موجودين نعم الأطباء موجودين إلى الساعة تقريبا عشر بالليل وبعد العشر بالليل أيضا الممرضين موجودين واتخذون اللازم بخصوص النزيلة سنتحدث عن المساعدات لأن برنامج حريطة محواز مهتم بأن أهل الخير تنظر إلى بعض الحالات الموجودة التي سنوردها في الحلقات القادمة حضرت المدير حضرت قلت أن برنامج المساعدات يعد جزءا من استراتيجية شرطة دبي تحسين حياة النزلاء تعزيز حقوق الإنسان تأهيلهم لحياة كريمة بعد الخروج من المؤسسات العقابية والإصلاحية وهذا أمر جديد بالنسبة للعالم العربي ولكن ليس جديد بالنسبة للإمارات فكيف نتحدث عن هذه المؤسسات؟ نحن في الدار العامة المؤسسات العقابية ملتزمين بمعايير الـ 127 معيار الخاص بحقوق النزلة وهو سمي أخيراً بمعيار نيلسون مندلة لحقوق النزلة من كل جوانب الـ 170 نحن الحمد لله بناء على تعليمات متابعة من القيادة أيضاً غايمين بالعمل هذا الجانب الإنساني في المؤسسات العقابية لدور كبير جداً الإدارة العامة للمؤسسات العقابية شكلت لجنة خاصة بمتابعة شؤون النزلة الخاصة بالمساعدات الإنسانية كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية في قسم مختص في ضابط بالإضافة لكادر وظيفي يقومون بالعمل هذا يومياً ينزلون نزول ميداني إلى داخل المباني والجلوس مع النزلة والاطلاع على مشاكلهم والعمل على حلها أنا أتكلم عن الجانب الإنساني الجانب المادي طبعاً المؤسسات العقابية خلال عام 2017 تكفلت بحوالي تقريباً حوالي 5.700.000 مبالغ هذه دفعت كشامل الديات وشامل تذاكر السفر وشامل أيضاً رسوم دارس وأجارات وبعض المطلبات الأخرى اللي بالمؤسسات العقابية قامتها خلال 2018 خلال الثلث الأول لدار العامة المؤسسات العقابية أيضاً دعمت النزلة بحوالي تقريباً حوالي مليونين ونص درهم شامل كل الجوانب اللي ذكرتها أحنا في المؤسسات العقابية فيه اجتماعات تعقد شهرية دورية إذا استدعى الأمر نعقد اجتماع طارة أيضاً نجتمع لجنة مصغرة ونناقش الأمور هاي هنا إذا استدعى الأمر حالة نزيل تستعد عنه بسرعة نحنا نتخذ إجراء سؤال متى يكون هذا الحالة الطارئة هذه بأي حالة بأي كيس؟ نزيل دخل هنا عنده ظروف معينة وأسرية ما أحد عندهم هناك نحاول قدر المكان لمشى منهم معهم فعنده أطفال صغار حرمة كبيرة في السن زوجة مريضة هالحالات أطفاله في مدارس يستعد الأمر أن نحن ندفع رسومه وإلا أنهم يتم فصلهم المدارس أجار رسوم أجار منزل المؤجر حدد لهم يوم نهائي يعزلون أو أنه يدفعون هالحالات نحن بشكل فوري تندخل ونتخذ اللازم طبعاً هذه أيضاً لها اشتراطات اللجنة لما تعقد تدرس الحالات قبل طبعاً تفرز الحالات وتم مناقشة النزلة شو الدخل للنزيل إذا عنده دخل خارجي غير الدخل سواء كان من الشؤون أو عنده تجارة أو عنده شيء معين نحن بدورنا ندعم الموقفها بعد ما ندرس ونشوف الاشتراطات هاي تنطبق عليه بالتالي نحن نوافق أعضاء اللجنة يوافقون عليه ونعتمدها ونصرفها عليه حضرة العميد هناك قسم مثل ما قالنا رعاية إنسانية أيضاً دفع الديات هاي دي يعني في غير دول ما بتصير يعني كيف تخذ القرار بأنه تتوصله لأنه لدرجات عالية بالمساعدة أختي أحنا الله يسلمتش في المؤسسات العقابية يمكن عانينا بعض المشاكل مع بعض الشركات التأمين اللي هي ما تت يعني ظروف ما ما تدفع الديات أولاً بأول ويتم تأخير النزيل للفترة لحد ما نشوف كيف ممكن يعني الشركة تتكفل به بالتالي إحنا في المؤسسات العقابية ننظر للحالات هاي حالات إنسانية بحتة ونعمل فوراً على دفع الديات إذا ما تعذر على شركة التأمين لسبب ما إنه ما تتكفل بدفع الديات النزيل فإحنا موضوع الديات عندنا تعليمات من القيادة ننظر لها بعين الاعتبار لا سيما إنه سعادة الفريق المرحوم خميس مطلم زينة كان لدور رئيسي في موضوع الديات وأصر دائماً وأبداً إنه نعطيها أولوية على بقية في عدة أطراف ممكن أن تتضرر حضرة العميد تقول إن الحلول والمساعدة الإنسانية لا تكتمل من دون تعاون الشركاء الرئيسيين كالجمعيات ومؤسسات الخيرية والإسلامية وغيرها كيف يتم التواصل مع هذه الجمعيات وأهل الخير ومساعدتهم في الإفراج؟ نعم أختينا في المؤسسات العقابية عندنا شريحتين من الشركاء المؤسسات الخاصة والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى الأشخاص اللي هم فاعلي خير نتواصل وياهم مع لجنة الشؤون الإنساني أي قسم الشؤون الإنساني يتواصلون معهم باستمرار وننظر للحالات عادة في بعض الأوقات نعرض عليهم الحالات وفي بعض الأوقات يطلبون مننا نحن نشوف شو الحالات الموجودة الشركاء يطلبون حالات اللي هي تنطبق عليهم الشروط ويتكفلوا مدفعها بعض الشركاء أيضا توجهها آخر يقول أنا أتفع لكم كوبونات لوزعوها لذوي النزلة لجو إلى محلات السبا ماركة والجمعيات لشراء أمير البيت بدلا من أن نحن نتفع لهم مبالغ وهذا أيضا جانب إنساني عندنا حالات أيضا أنهم بعض الشركاء يطلبون أنهم يساعدون ذوي النزلة لا سيما الأطفال منهم إذا عندهم مدارس أو عندهم أجارات يركزون على الجانب هذا فنحن نزولا عند رقبة الشركاء ننظر إلى الحالات هذه ونرفع الحالات إليهم ويختارون منهم حضرت العميد أيضا هناك تساهمون نفسيا واجتماعيا بمعالجة النزلة ومساعدتهم أي برامج تعتمدون وكيف تتم العملية هذه؟ نحن عندنا شركة رئيسيين في المؤسسات العقابين ضمن الشركة هيئة تنمية المجتمع إذا هم نرفير القائمين بعملهم على أكمل وجه مخصصين لنا أخصائيين اجتماعيين وأيضا نهاية الصحة خاصة لنا أخصائيين نفسيين نحن في دورنا هذا نوصل النزلة اللي محتاجين لدعم جانب النفسي أو الجانب خاصة بحالة الجريمة نحن في جريم نعم الجماعي عندهم تواصل باستمرار مع النزلة ويقومون بحل مشاكلهم سواء كانت مشاكل خارجية أو داخل السجن لا سيما أن بعض النزلة لأول مرة يتخر في المؤسسات العقابية ولازم يتأهل يتقبل الوضع أنه موجود في المؤسسات العقابية مع العلم أنه إذا نظرنا في المؤسسات العقابية اليوم مع بعض الدول ما في مجال المقارنة ما في مجال المقارنة نعم ما في مجال المقارنة حضرت لعب هالبرنامج أنتوا تجربة فريدة من النوع بس حضرت لحمينت أصعب الحالات كيف تتعاملوا معهم أختي مثل ما قلت لك نحن ننظر لحالات هاي عسبي المثال عندنا في المؤسسات العقابية تصنيف للمباني يعني لا يمكن واحد دخل لا تجمعون مع بعض أنا شفت الجنح لحال نعم يعني لا يمكن أن نزيل عمره 18 سنة أو 20 سنة أخلي مع نزيل عمره 50 سنة أو 40 سنة لا يمكن أن أخلي نزيل لأول مرة يدخل المؤسسات العقابية أخلي مع أصحاب السوابق لا يمكن أن أخلي نزيل يعني قضية بسيطة مالية مع قضايا متورطين فيها قضايا قتل مخدرات وإلى آخر ننظر للجانب هذا ونعمل على أن نحن نأهل النزيل أن يبني علاقات يتعلموا في بيئة صحية ويتعلموا من بعض هذا ضروري جدا أني أنا لما أخلق لجو يتقبله هذا يعني شيء طيب أن المؤسسات العقابية تبدو الجاهزية عشان تستقبل النزيل وتأهله يعني أليل ما بيصير عندكم حوادث أو لا الحمد لله حوادث ما عندنا الحمد لله حوادث ما عندنا أنا بقول لك ليش حوادث ما عندنا لأن نظرا للخدمات اللي نقدمها في المؤسسات العقابية يعني ما أظنتي النزيل المحتاج لعمل مشاكل ما مشاكل أولا موضوع الخدمات اللي نقدمها سواء كان الخدمات الصحية العاش الوجبات الغذائية حتى لاحظت أنه في بساعدوا بعضهم عندنا البطاءة التي في المؤسسات العقابية الله يسلم تحنى في المؤسسات العقابية هنا يمنع من عنباتها عن النزيل استخدام الأوراق النقدية في التعامل داخل المؤسسات العقابية مجرد ما النزيل يدخل في قسم الأمانات يتم فحصة طبعا في قسم الأمانات يتم استلام النزيل وتسليم اللبس اللي المطلوب له والبعض منهم محتاج لبعض احتياجات الخاصة احتياجات الخاصة مثل شامبو صابون بروش أسنان معجو هذه الأمور متكفلة للمؤسسات العقابية منذ دخول النزيل منذ دخول النزيل يتم تسليمه بعد هذا حتى ترعوا أمور النظافة كثيرا نعم بعد هذا أيضا يتم إصطار البطاقة أول شيء نحن نستمع عن المقتنيات سواء كانت مبالغ مادية سواء كانت موبايلات سواء أي شيء مقتنيات شخصية نحن نستلمها وعند خزنة عبينا نحطها في الخزن وتسكر طبعا خزنة ويستلم رصيد ويتم تصويرها وتصدر لبطاقة البطاقة هذه موجودة فيها كل معلومات النزيل موجودة في البطاقة يعني مش فقط معلومات النزيل بغى يطلع من المؤسسة أيضا البطاقة هذه اللي من خلاله تم التعرف عليه بغى يطلع السبو ماركت يشتري لوجبة معينة من السبو ماركت بغى يطلع المطعم يشتري لوجبة من المطعم كل هذا من خلال البطاقة وكيف تم تعبئة هذه البطاقة بال نحن في المؤسسات العقابية أيضا لنا تجربة فريدة من نوعها على مستوى يعني ما أقول الدولة يمكن على مستوى الوطن العربي كله نحن بالشراكة مع بنك الإمارات NBD خصصنا ثلاث طرق لإداع المبالغ لنزله بدلا ما أي أهل نزيل أو يون أهل نزيل أو أبوه أقوه أمه أي شخصية بدأ ما ينستقبال داخلي يدخل مبلغ في حساب النزيل لا إحنا وفرنا عليهم الجانب هذا من حق أي ولي أمر أي قريب زوجة قريب من نزيل ذوي نزيل نروح بنك الإمارات NBD ويحط في حساب النزيل من هناك خلال 24 ساعة المبلغ يكون في حساب النزيل هذا الطريقة الأولى الطريقة الثانية إذا عند حساب ممكن أونلاين من حسابه أيضا يحول إلى حساب النزيل الطريقة الثالثة عن طريق الأب ممكن أيضا يحول مبلغ الحساب النزيل هذه كانت المرحلة الأولى المرحلة الثانية حاليا كان لنا اجتماع خلال الأسبوع الماضي والمرحلة الثانية بنبدأ مع بنك الإمارات الإسلامي يغطون أيضا المناطق كلها ذوي النزيل يدخل أي مبلغ ممكن أيضا عن طريق بنك دبيئ إسلامي مواكب المرحلة هذه أيضا البنوك الخارجية اللي خارج الدولة نزيل موجودة هنا هل في بريطانيا هل في صغافورة هل في الصين هل في أي دولة موجودة فيها بنك إمارات إنبيدي ممكن يدخل مباشرة تدخل على حساب النزيل هذه طبعا من ضمن الخدمات اللي احنا قدمناها سؤال إذا النزيل ما عنده حدا يعطي فلوس يعني أو يحط طلب نحنا نتكفل به نحنا نتكفل به في المواسعة عقابية مثل ما قلت نحنا اللوازمة الخاصة أيضا وحتى أكله وشرب أكله وشربه كل شيء لكن أيضا جانب آخر النزيل نحنا ندفع له شهريا مبلغ معين بسيط لقضاء احتياجات المطوبة وفي نفس الوقت إن الشجع على اساس يتعلم صنعة يدخل الحرف ويستلم راتب ويمكن يعمل هنا يعني طبعا طبعا في المواسعة العقابية نحنا فاتحين المجال كل نزيل ممكن يدخل ويتعلم صنعة ويشتغل وبعدين من جراء الشغل هذا يحنا يسلم راتب ويصرف الراتب هذا يعني هذا جانب هذا حاله شخص منتج طبعا أنا بقول لش يعني في بعض النزلة من خلال الراتب هذا يشتري له لوازمة يشتري مطعم بطاقات الهواتف بالإضافة إلى أنه يرسل مبالغ لهلاء في بلده يعني هذا المجال مفتوح لكل نزيل إذا يبقى يشتغل إذا حتى ما يعرف أي صنعة نحن ممكن نعلم صنعة ويبدأ يشتغل مش ممكن أنه يشعر أبدا بدون أبدا أنا حتى أقول لك يعني اليوم في المؤسسات العقابية أي نزيل عنده أي فكرة ابتكارية نحن أيضا مستعدين ندعمه وليس أن نحن فقط حتى مؤسسات خارج إطار شضاء البي في عندنا المؤسسات في عندنا شراكة مستعدين أن يدعمون الجوانب هذه استوقف حضرة العميد مع فاصل علينا وبعدها نكمل حوارنا معك ستحدث عن الابتكار ومدى تشجيع النزل على استعادة حياتهم وحريتهم وأهداف هذا البرنامج برنامج حريتك مع حواس قمع أهلا بكم مجددا مشاهدين في هذا البرنامج وفي الحلقة الأولى منه برنامج حريتك مع حواس وهو تماشيا مع نهج الشيخ زيد في العطاء والإنسانية حضرة العميد نستكمل حوارنا معك وكنا نتحدث عن الابتكار وهناك نزل أتت الفرصة لهم بأن يأخذوا براءة اختراع لبعض أعمالهم حدثنا عن ذلك نحن في الحقيقة من المؤسسات العقابية ننظر الجانب هذا جانب الابتكار طبعا بهمية قصوى لنا اجتماعات دورية مع النزلة بالإضافة إلى المرور اليومي على النزلة والتأكد إذا هم عندهم أي ابتكارات جديدة أي فكرة جديدة ممكن نحن ناخذها وندعمها ونبلوهرها وتكون ناجحة ونطبقها من ضمن الابتكار أيضا كانت لنا تجربة مع أحد النزلة في الطاقة المتجددة وكان لأيضا هذا تقريبا يمكن مشروع أول مرة على مستوى العالمي تقريبا حسب ما احنا فهمنا منه وتم من خلاله إصدار براية اختراع له خلال تواجده هون يعني يقدر يحصل المكان يقدر يشتغل فيه على مشروع موضوع المكان هذا عندنا يعني إدارة التدريب تقوم بالعمل هذا عندنا مختبرات عندنا قاعات خاصة بالابتكار إذا عدة أنواع الابتكار مثلا في نزيل يحب الرسم في قاعات رسم في نزيل يحب الحاسب الآلي في قاعات الحاسب الآلي في الزراعة في تربية السماك في كل شي موجودة من ضمن النزلة كانت للطاقة المتجددة وهذه أيضا إحنا ساعدناه وتكفلنا بدفع كامل الرسوم وشو محتاج من أدوات أيضا تم شراله وتم العمل به وخذ شبارات اختراع وطبعا نزيل بعد هذا كمل انتقل إلى بلده وأحنا أيضا نتكفلنا بنقل المعدات هذه عشان يكمل المشروع في بلده وشو جنسيته معلمه جنسيته بلغاري أيضا عندنا مشروع آخر أيضا فيها براعة اختراع اللي هي الزراعة العضوية الزراعة هذه مرتبطة مع ثلاث جوانب اللي فيها زراعة وتربية الأسماك بالإضافة إلى الزراعة العضوية منها فهذه أيضا بعد خلناها براعة اختراع وحاليا عندنا أيضا المزرعة الذكية تقريبا شغالين عليها بالإضافة لها عندنا أيضا الطاقة توليد الطاقة إذا شفت في أوروبا عندنا في أوروبا عن طريق طواحين إذا شفت هم يولدون كهرباء عندنا نفس الفكرة بس عن طريق الهايوية في الطرق يتم وضع العمدة هذه وهي تولد الكهرباء من خلال التيار الجاي من تحرك السيارات هذه أيضا حاليا نحن شغالين عليها والنزلة هم مشاركين في هذه المشاريع هم النزلة هم اللي قمون هم اللي قاموا فيها نحن نوفر لهم نوفر لهم فقط احتياجاتهم عشان ينفذ المشروع نحن نوفر احتياجاتهم عندنا تعليمات ما تذكرت لشل داي تعليمات واضحة وصريحة من القيادة ادعموا النزلة اللي عندهم ابتكارات عندهم أفكار عندهم نعم سواء كانوا محتاجين لورش سواء أي شي نحن ما بنقصوا وياهم أيضا حاليا بصدد إنشاء ورش مستقلة أيضا خاصة بالأعمال الحرفية غير الأعمال الحرفية موجودة عندنا بس أعمال الحدادة شوية وموضوع الحدادة وكهراء السيارات وكهرباء السيارات أيضا الميكانيكية ميكانيكية حاليا بصدد يعني بناء ورش صغيرة لهم هذا هو الجديد عام 2018 نعم إن شاء الله طيب حضرت العميد ماذا عن أنا زورة سجن النساء والتقينا حن نعرض حالاتهم أيضا النساء الموجودة في المؤسسات الإصلاحية والعقابية كيف تتعاملوا مع النساء وخاصة من هم عندهم حضانة يعني أختي إحنا يعني نعامل في مؤسسات عقابية النساء والرجال السواسية من ناحية الخدمات من ناحية الخدمات نحن نعاملهم سواسية الحرف بطبيعة طبيعة العنصر النسائي في المؤسسات العقابية الطبيعات يعني صعبة نحن نطبق أعمال حرفية لكن في بعض الأعمال الحرفية الموجودة كخياطة كصناعة كأكسسوارات مأسسوارات هذه موجودة وإحنا أيضا ندعم هناك بناء تحف نعم نعم في بناء تحف في طباعة الاستيكارات في طباعة الأكواب في طباعة التي شيرتات هذا شي خاصوا بالفان يعني شي دخلوا بالفان يعني هو عموما حتى بعد عندهم مرسم بعد عندهم في هناك فنسى حنا ندعم الجانب هذا على حسب قدراته وإمكانياته من المتوفر عندهم نحن ندعمهم ونساعدهم ومقصرهم موضوع الحضانة يعني القيادة أيضا رأت بعين الاعتبار الجانب هذا وأنشأت حضانة حديثة لأطفال النزيلات التسع تقريبا لحوالي أربعين طفلة طفل وطفلة طفل وطفلة رأيت القيادة أنه ضروري إبعاد أطفال النزيلات من النزيلات لأنه لا يتأثرون سلبا وتكون هذه مرتكسة في عقليتهم أنه كانوا فترة من الفترات في السجن مع النزيلات فرأيت القيادة أنه ضروري وهم يشوفوهم بباقي معين نعم فنحن نبعدهم نهائيا طبعا يكونون مع أمهم سواء كان طفل أو طفلة مع أمهم طول النهار بالليل في يعني توجه القيادة أنه نحن نحن مربيات يعني متعلمات يقومون بالواجب باهتمام بالأطفال هذا حسب توجه القيادة لأنه نحن في المؤسسات العقابية والإصلاحية حسب أنظمة أنظمة المؤسسات أن الطفل من ولادته إلى سنتين يكون برفقة أمه بعد سنتين ممكن يطلع يعني إذا دوي بيون يأخذونا ممكن يأخذونا عم خارج أهل أهل النزيد يستلمون ويعيش خارج المؤسسات نتكلم عن أثناء وجوده من ساعة ولادته إلى سنتين أنتو تحت أمو فيها نعم نحن نتكفل بكل احتياجات مطلبات حضرة العميدة ماذا عن في عنبر خاص بزويل احتياجات الخاصة حنان الله يسلم تشوفي وشو حالاتهم يعني شو الأسباب اللي أدت يمعدون على سابع ذوي احتاجات الخاصة ما ضم قضاياهم قضايا بسيطة يكونوا في سجن وما يبقوا كثير يعني دغري يخرج قضاياهم بسيطة جدا وها يكونوا في سجن الجنح المخالفات السجن الجنح المخالفات احنا بتنسيق مع إدارة العام لخدمات التجهيزات تم تجهيز غرف وأسرة وبالإضافة لحمامات خاصة ذوي النزلة وفرناهم لأن قضاياهم بسيطة وفترة أحكامهم بسيطة جدا بين الأسبوع إلى الشهر مكسيم ثلاثة شوار عن الأحداث حدثنا عن تحت السن الأنوني ما هي القضايا اللي يدخلوا فيها وكيف تتعاطوا معهم احنا بالنسبة للأحداث يعني التعامل الجانب الصحي وجانب اللي عايشة وها أسوة ببقية النزلة لهم مبنى خاص من فصل تماما عن كبار وعن الرجال والنساء من فصل تماما اللي هم قاعة دراسية قاعة تلعاب داخلية قاعة تلعاب خارجية أو ملاعب خارجية طبعا عندهم الفحص الطبي والعاش كله أسوة بالرجال لكنهم احنا أمنيا نتولى أمرهم أما موضوع التأهيل ومتابعتهم فهم أساسا الأحداث تابعين لهيئة تنمية المجتمع معظم القضايا اللي بيدخلوا فيها يعني كيف يمكننا نصنفها ما هو التصميم قضايا بسيطة جدا يعني 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 معظم الأحداث ما يطولون شهر بالكثير قضايا بسيطة جدا يعني ما تذكر هاي قضايا نعم نعم حضرة العميد وكنت القضايا بسيطة جدا وكنت ألقي تقفض على متهمين واتخذ الإجراء اللازم حقهم وأحولهم للنيابة جهة الاختصاص لكن لما يتهني صراحة الفكرة تغيرت اليوم في المواسطة العقابية احنا بتعاملنا مع النزلة احنا ما نسميه سجين نسميه نزيل وهي دي شغل جديد نعم فاحنا تعاملنا مع النزلة كسبنا النزلة وكانت نوع من العلاقة بيننا وبينهم صحيح مثل ما ذكرت في بداية حديثي أنه ممكن النزيل موجود في مواسطة عقابية يكون متهم خطير لا في بعضهم ظروفهم ما تقول أنه ياما في السجن ما ظل كمواسطة عقابية ما ندور في الأحكام لأن الأحكام هي تصدر من قبل القضاء لكن أنا كون النزيل الموجود هنا يجب أن أحافظ عليه أمنيا أحافظ على سلامته أوفر للمشيء معيشه أوفر لكل مطلبات الحياة يعيش كريم في المواسطة عقابية وبعد هذا أهله أيضا أدربه علمه ويخلص مجرد انتهاء حكمه ما يظل اليوم عندي في المواسطة عقابية يوم الثاني نفس اليوم بعد الساعتنا أشجب أنه يخرج من المواسطة عقابية أميش بيأخذ هذا العمل من وقتك وأميش بيأخذ جهد منك أنك تتابع كل هذه الأمور والله أختي أنا في حقة الأمر في البداية يعني أكون صريح ويأتي ما بجهد يعني جهد الأخوان كلهم في المواسطة عقابية نحنا كن نشتغل كتيم واحد يعني الليل الوحدة مثما يقول ما تصفق فأنا هنا اليوم في المواسطة عقابية موجود كل من أصغر فرد إلى أكبر ضابط عندي كلهم يشتغلون ليل ونهار الليل موجودين العصر موجودين الصبح موجودين إذا استدعى الأمر نكون باستمرار موجودين لحد ما إذا في مشكلة حصلت لحد ما نحل المشكلة هذه فأنا عن نفسي لا أنا أتكلم عن فريق كامل نحنا كمواسطة عقابية والحمد لله نشتغل كفريق كامل وكل واحد يساعد الثاني وبهالطريقة هذه يعني الحمد لله هدف الرئيسي منه نوصل جميع النزلة يقضون حكمة منه ويخرجون لبار الأموال وضعت على مكتبك كلمة أو عبارة أنا موظف خدمة ليش اخترت هالعبارة بالذي هذه الله يسلمك كل ضابط وكل فرد في شطة بي هو موظف خدمة عامة يجب أنه يخدم المتعاملين أي ذوي نزيلييني ومن ذوي الاحتاجات الخاصة كبير في السن كبيرة في السن أنا ملزم أن أنزله للاستقبال خارجي وحل مشكلته مبقى أنا كل العاملين في المنسلة العقابية الشخص المطلوب يقابله في الاستقبال يجب عنه ينزل ويترجل يروح للاستقبال هناك يقابل ذوي النزيل ويشوف شو مشكلته ويحل مشكلته يعني موجودين في المنسلة العقابية عشان نخدم ذوي النزيلة أو المتعاملين شرطة توباي شرطة يعني متميزة عن بقي الدول العربية أنا لا أقول ذلك إنحيازاً ولكن هناك صمعة طيبة تتحلى فيها يعني ما هي المميزات برأيك أو كيف اكتسبت هذه الثقة في التعامل بالتساوي مع كل الأطراف يعني أحيانا طال عمرتشهادي تعلمة من الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مزراء حاكم الدبي كل الصفات هذه أو العاملين في شرطة تباي تعلموا منها ودائماً ينظر أن يكون الرقم المواحد وإحنا أيضاً في المؤسسات العقابية أو شرطة تباي ننظر أن يكون الرقم واحد على مستوى العالم تكرمتم مؤخراً من 2018 وأيضاً في تكريمات عديدة على مر السنين كيف تؤثر هذه في مسيراتكم التكريمات؟ أحنا في حقاة الأمر الإدار العام المؤسسات العقابية في عام 2017 فازت تقريباً حوالي 19 جائزة مختلفة من مختلفة الجهات وفي 2018 فازنا بجائزتين لحد الحين جائزة سمو وزير الداخلي المؤسسات العقابية أيضاً جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد لأفضل جهة داعمة للتعليم هذه تخلينا ننظر أن نعمل أكثر وأكثر وجد عساس أنفوزة بجواز أكثر ونكون في مصاف أفضل المؤسسات العقابية على مستوى العالم تهانينا حضرة العميد وأريد أن نحن بهذا المقابلة نضع الخطة لخلال شهر رمضان مبارك لمساعدة بعض النزلاء على قدر ما نستطيع من خلال التبرعات التي ستحصل خلال هذا الشهر وستساعد بعض الحالات التي سننجر معها حواراتنا ستأتي التبرعات ما هي الألية عبر الحساب التي يخص المؤسسات وحدثنا عن ذلك كيف تجد دور الإعلام في مساعدة نعم نحن أختي في المؤسسات العقابية دائما القيادة في حساب خاص تم فتح حساب خاص لمساعدة النزلة كل مبالغ ستنصب هنا في القيادة وبدورنا نحن ننظر مثل ما فضلت لك ننظر الحالات ونرفعها لمساعدة القائد العام لشؤون البحث الجناي بدوره أيضا يطلع على الكشف ويعتمده ويحوله إلى المالية ويتم صرف المبالغ باشرة للجهات سواء كانت المحاكم سواء المكاتب أي جهة كانت تصرف أو لجهات الخصم أيضا ودورنا نحن كأعليم بهذا البرنامج هذه طبعا نحن مثل ما النزلة أمانة في رقابنا أنتوا أيضا النزلة هاي أمانة في رقابكم أنكم يجب أن توصلون للمؤسسات الخاصة للأشخاص اللي يعملون عمل خير توصلون لهم أنه في نزلة محتاجين لدعم محتاجين لمساعدة محتاجين لم شمل ونحن مقبلين لشهر رمضان المبارك وهذا شهر خير على كل إن شاء الله ويعني نتأمل نتأمل من أنتوا العلاميين دوركم أنكم توصلون الجهات المتبرعة في المؤسسات العقابية في نزلة محتاجين لدعم محتاجين لمساعدة ونحن طبعا مقبلين على شهر رمضان المبارك شهر خير وما أتوقع أن أحد يكسر في النزلة الأسيام المحتاجين منهم نعم حضرت العميد نحن نشكرك على الثقة وعلى آمل أن يكون دورنا دورنا على أكمل وجه شكرا لهذا اللقاء ولهذه الصورة الواضحة عن المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي وفعلا أنها صورة جميلة نأمل أن تكون وصلت عبر إعلامنا وعبر قناة حواس وعبر هذا البرنامج أنا في الحقيقة أكرر شكري لكم لختمي معلوف لقناة حواس والعملين أيضا على دوركم في إيصال معاناة بعض النزلة إلى المتبرعين شكرا لحضرة العميد على هذه الثقة على أمل أن نبرز الصورة الواضحة وفعلا تهنينا نحن كأالميين مواكبين للأعمال التي تقومون بها هنا في المؤسسات العقابية والإصلاحية كان معنا مشاهدين حضرة العميد علي الشمالي شكرا له لإتاحة الفرصة لنا لأن نجري الحوارات التي ستشاهدونها مع النزلاء في الحلقات القادمة خلال هذا الشهر شهر رمضان مبارك لا تقصروا أبدا في مساعدة من تجدون أنه بحاجة لكم ولعونكم وطبعا سنبرز في الحلقات القادمة رقم الحساب وأيضا كافة الحالات شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمتابعة